والتي نتابع فيها تفاصيل حالة التقص خلال الساعات القادمة حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة البرودة خلال 72 ساعة قادمة حيث انخفاض في درجات الخرارة على كافة الأنعاء ليسود تقص بارد نهارا على شمال البلاد ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 16 درجة وتصل إلى 8 درجات ليلا ليكون التقص ليلا وفي الصباح الباكر شديد البرودة كما تبقى فرص الأمطار قائمة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الدلدة أيضا مشاهدين تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة تقص بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء اضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى ولكن على فترات متقطعة اشتركوا في القناة